الرقية تنقسم إلى قسمين وارتاح شرعية وشركية شروط ثلاثة في الرقية توفرت فهي شرعية اختل شرب أو شيء من الشرب تنتقل من الشرعية إلى الشركية وبهذا تعرف الساحر الرقية الشرعية أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفات إذا كانت من باب الدعاء بالكتاب يقرأ الفاتحة بالسنة عذب كلمات الله التامات بأسماء الله وصفاته يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع يتمتم من الملونون ما تعرف الشيقول أو يقرأ بالسوت منخفض تقول لا أريد أسمع قال أنا الشيخ تقول لو تكون فلان وباللغة العربية لا يوجد رقية بغير اللغة العربية إلا إذا كان من باب الدعاء يصح أن يدعو بلغته بغير اللغة العربية بشرطا لا يغير الأسماء الحسنة يقول يا حي ثم يدعو بلغته يا الله يدعو بلغته الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب وأن الذي بيدي جلب المنافع ودفع المظار هو الله سبحانه وتعالى اختل شرط من الشروط الرقية تنتقل من الشرعية إلى الشركية إشكال عند كثير من الناس يأتي إلى بعض يخواننا افتقار إلى الخلق يأتي إلى العالم إلى الشيخ يقول يا الشيخ مريض تعبان سحر وعين وأولادي وكذا قال عندي وأبشر ما يمكن تقول أسمع أنا وأنتك لنا مفتقر إلى الله أنت تدعو لي وأنا أدعو لك وقرأ على نفسك الشيخ بنباز رحم الله تصل عليه رجل قال عندي أخ مريض وكذا نريدك تقرأ عليه قال اقرأ أنت قال قرأنا ولم يبرأ قال يبرأ اقرأ عليه قال ما نحفظ قال تحفظ الفاتحة طبعا قال نعم قال اقرأ عليه الفاتح يبرأ بإذن الله يخواننا لم نسمع من الشيخ بنباز ولا الشيخ بنعثيمين ولا أمة السلب أنهم جلسوا وفتحوا عيادات للرقية وكذا هل معنى هذا أنه لم يكن أناس لديهم سحر أو عين لا موجود لكن أرادوا أن يعلق الخلق بالخالق وليفتحوا هذا الباب على الناس باب شر فإذن هذا باب باب من الشرك الأصغر أو الأكبر فيه تفصيل قلنا يا أصغر أو أكبر أو كبيرة إذا متشبه وليس لديها أي اعتقاد أو جاهل يعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الرقية الشرعية وشركة